في تكساس يفصل بين المكسيكيين على جانبي الحدود مع أمريكا ما هو أعمق وأضخم من هذا الجدار فهناك من حالفهم الحظ وانتقلوا شمالاً لأرض الأحلام كما يحل لهم تسميتها وهناك من يقف في طوابير انتظار أو يبحث عن ثغرة دخولاً غير قانونية الجمهورية ماريا فلوريس هي أول سيدة ولدت في المكسيك ثم هاجرت إلى أمريكا لتصبح نائبة في الكونغرس والآن تسعى لإعادة انتخابها ورسالتها هي أغلق الحدود لم تتخلص فلوريس من لهجتها المكسيكية أثناء الحديث بالانجليزية لكنها تحرص على إبراز المظهر المفضل للناخب الجمهوري وترديد الرسالة التي يحب الاستماع لها كما تحظى بشعبية بين أبناء عرقها من اللاتينيين نيكي هيلي المندوبة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة وابنة المهاجرين القادمين من الهند تدعم ماريا في حملتها فيما ترى الأخيرة أن سياستها للهجرة مبررة عادة ما كانت أصوات اللاتينيين الأمريكيين مضمونة للحزب الديمقراطي لكن في جنوب تكساس الوضع ليس كذلك حيث يرى من يسكن المناطق الحدودية منهم أن سياسة بايدن للهجرة تنشر الفوضى في أماكن معيشتهم